لم يكد يخفت صوت الرصاص في شوارع بيروت بعد أحداث الخميس الدامي حتى أطلت أزمة سياسية جديدة في البلد المنهك من كسرة ما يواجهه من أزمات متلاحقة ومتشابكة البرلمان اللبناني أقر السلاثاء تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية لتجرى في السابع والعشرين من شهر آذار المقبل بدلا من الثامن من شهر أيار الأمر الذي رفضه تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل الذي وصف الأمر بالتلاعب في المواعيد والمهل الانتخابية وتحدث عن كمائن توضع في طريق العملية الانتخابية وعلى عكس المتوقع لم يبحث مجلس النواب في الجلسة ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وهو الملف الذي فجر أحداث العنف في بيروت الخميس كما تجاهل المجلس كذلك مناقشة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الداهمة التي تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة وبينما أثارت أحداث الخميس المخاوف من انزلاق لبنان مجددا إلى مربع الحرب الأهلية والفوضى الأمنية فإن مراقبين يرون أن هذه الأحداث كشفت عما هو أخطر من ذلك في رأيهم فما جرى أكد أن الزعاماء السياسيين الذين يتقاسمون السلطة والثروة في لبنان منذ عقود مستعدون في أي لحظة لاختيار أكثر الاحتمالات كارثية في سبيل الحفاظ على نفوذهم حتى وإن كان هذا الاحتمال يودي بالبلاد إلى طريقها لكن لا رجعة فيه وبحسب محللين فإن انتخابات الربيع المقبل ربما لن تغير كثيرا من المشهد فالمعارضة اللبنانية ليس لديها برنامج سياسي قابل للتطبيق أو مرشحون يمكنهم تحدي النخبة السياسية ما يعني أن الانزلاق إلى المزيد من العنف سيظل ممكنة بحسب مركز كارنيجي للشرق الأوسط الأمر الذي ينذر بفترة أشد قتامة من تلك التي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر